صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أحبة في الله أينما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق النور اللهم اهدنا إلى طريق النور الذي يوصل ويوصلنا إلى الجنة يا رب العالمين دون سبقة عذاب نحن والمشاهدين والمستمعين وكل من يقول آمين وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هناك بعض من الناس يضعون عرقيل أمام أنفسهم وفي طريق النور فلذلك لا يصل الإنسان بسهولة هذه العقبات من ضمنها أمر التفشى بيننا كثيرا في الكبير والصغير وفي الرجل والمرأة نكران الجميل أصبح نكران الجميل قضية خطيرة تعصف بمجتمعاتنا والذي يعصم الإنسان من أن ينكر الجميل ويشكر للناس جميلهم أمور ثلاثة العاصم من هذا الأمر أمور ثلاثة أول شيء العقل ثالث شيء الخلق ثالث شيء العلم فالإنسان العاقل كيف لا يشكر من يصدع فيه جميلا لماذا كان بر الوالدين من أعلى العبادات عند الله عز وجل بعد التوحيد سبحان الله لماذا لأن وجودي في هذه الحياة وجود الجميع في هذه الحياة بعد فضل الله عز وجل وقدر الله الغالب وقضاء الله سبحانه وتعالى المبرم أن وجدت في هذه الحياة بناء على التواجد الأب والأم وهذه الرحمة التي كانت في قلب كليهما صغيرا ومن قبل جنينا ثم رضيعا ثم فطيما ومفطوم ثم صبيا ثم غلاما ثم شابا ثم كهلا وهرما إنما الفضل كله بعد الله عز وجل للأب والأم فتخيلوا أن الإنسان يعق أباه ويعق أمه هل هذا قد شكر الجميل كم من مرة أنت كرجل وأنت تشهدني الآن ونحن في أيام طيبة تأخرت عن أهلك وزوجتك وأولادك ربما الأولاد ينامون من أعينهم والبنات ينامون الزوجة لا تنام تخاف يا تؤرى ما الذي حدث للرجل تترقب ترقب أقدامك على درجة سلم أو مفتاح الباب وأنت تفتح هذا القلق الذي أنت يعني تشعر زوجتك به دون أن تهتم وأن تجالس تضحك مع رفقائك هنا أو هنا وإذا ربما صدر منها عتاب رقيق أما تتصل بي أما تطمئن عليك سشعر الناقل الجميل يعني نحن في دولة المخابرات سبحان الله العظيم أنت تنطلق لا مدام أنا أتأخر هل هذا رجل يشكر الجميل؟ لا هذا ناكر الجميل يا أخي والله يعني سبحان الله العظيم أنت عندما تشاهدها وهي يعني ربما تغسل البقايا طعامنا كل يوم بعد الفطار بعد الصحور بعد غداء بعد عشاء طوال العام طوال السنوات أنت ربما لو صنحت هذا الأمر مرتين ربما تتقدر هذا العمل لكن تعمله بروح طيبة أما من كلمة شكر أما علمت أنه من لم يشكر الناس ما شكر رب الناس شكر الله عز وجل يبدأ ويمر عن طريق شكر الناس الذين يسر الله يعني وجودهم لخدمتي فالابن مع أبيه والبنت مع أمها وأبيها والجار لجاره والولد سبحان الله والزوجة لزوجته والزوجة لزوجها لأن كارثة الكوارث أن أنكر جميل من يصنح فيها الجميل ولذلك قال علماؤنا ثلاثة من الفواقر ولعيذ بالله رب العالمين منهم؟ لسبب فقر ليس فقر المادة فقر القلوب أصعب فقر القلوب أصعب وأسوأ من فقر الجيوب الأموال تذهب وتجي لكن فقر لما القلوب تفتقر إلى الرحمة وإلى الحنو وإلى الشكر وإلى الموادة هذا هو الفقر الحقيقي ثلاثة من الفواقر إمام يعني رجل مسؤول يعني أي أن كانت مسؤوليته إن رأى خيرا يعني إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر يا سطار تعمل مهما تعمل من الخير لا يشكره وإن أسأت إنسان بسيطة لا إله إلا الله وجار سوء إن رأى حسنة منك كتمها وإن رأى منك هنة أو سيئة أذعها وامرأة سوء زوجة المتعبة ولعيذ بالله رب العالمين نسأل الله أن يهدي ويبارك في زوجاتنا وأزواجنا وامرأة سوء إن حضرت آذتك وإن غبت عنها اغتابتك وخانتك خانتك يعني طلعت أسرارك برة خرجت الأسرار خارج البيت تشكر لأمها ولأختها ولأهلها ولصديقتها ولجارتها فكان ما تسير في الشارع عاريا أمام الناس كل أسرار البيت على الهواء ولذلك يعني القرآن يحدث عن خيانة امرأة نوح وامرأة روت إذ كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهم أخرجت كلاهما سر الزوج إذ عرف أن قوم لوط أن عنده رجال في جمال ورقة وشباب ما شاء الله هم الملائكة ما الذي أعلمهم هذا زوجته فوصفها رب العباد بالخيانة وإن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها ومن أكبر الخيانات أيضا أن تسر زوجته إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء وذلك لما تجد كثير من الناس البعيدين عن دين الله رجال يوعدوا مع بعض في المصطحة في المؤسسة قلوا الله الزوجات متعبات الزوجات لا إله إلا الله فيستثار الرجل ولا يرى في زوجته إلا عيوبا والعكس أحيانا بعض الأخوات برضو يجلسنا ويشتكي واحدة منهن من الزوج والكل هكذا الرجال هكذا هم لا أمان لهم فالزوجة تتوسع عندها عيوب الزوج لا نحن نريد إن رأينا حسنة أذعناها وإن رأينا سيئة كتمناها القاضي القاضي من القضاء في عصر التابعين نادى على امرأة لتصعد على المنصة كي تشهد ومعها أخت لها في الله فلما صعدت المرأة مرتبكة صعدت على المنصة أخرجت صوتا ينخذ الرضو فاستحت المرأة وإذا بالقاضي النبيه المسلم يقول لها ما شبك يا أمت الله تقول اسمي كذا تقول ارفعي صوتك تقول اسمي فلانة بنت فلان ارفعي أكثر فلانة بنت فلان وتسر إلى أختها وتقول الحمد لله ما سمع مني ما خرج سبحان الله والرجل يسمع شو الأدب المسلم حيجي عنده أدب يسطر عورات الناس شيء بيحدث من أي إنسان منه والإنسان لا يفضح إخوانه ولا يفضح أخواته ولا يفضح زوجه شوف شوف هنا لما الناس تتقدم للزواج الناس تبتسم وما شاء الله ويستقبلوا العريز بالضروض والرياحين وأكاري للغار كأنه مضفر فاتح من تسر وإذا حدث خلاب بينه بن زوجته وجئنا عند الطلاق رأينا وجوها غير الوجوه وألسنا غير الألسنا ومعاملات غير المعاملات وقل بظهر المجنة وكأن الرجل هذا ما رأينا منه خيرا قط وكأن هذه الزوجة ما رؤية منه يا أخي والله هذا كلام يعني لا يصل إلى طريق النور أنا أريد أن أقول نحن في أيام مباركة هذه الأيام المباركة تقتضي أن الإنسان يستخدم هذه الأمور الثلاثة كي يتعلم كيف يعني لا ينكر الجميل كيف يشكر الجميل أول شيء العقل عقل يقول أن من خدمني يعني سبحان الله لا بد أن أشكر المعلم الذي علمني الشيخ الذي يعظني الأب الذي رباني المدير الذي يحنو على موظفي الوزير الذي يعمل لمصطحة الموظفين ويزيد لهم في المرتبات ويسع لهم ويقلل من الجزاءات والنقد المستمر فيه مدير العاذب الله مثله مثل أبي جهل لا يرى إلا سيئات في الموظفين اللي عندهم أنت لا تعمل أنت يا أخي والناس التي تعملت سبحان الله يا أخي ربت عليهم وخليك حنون عليهم كالأب حتى يحبوك وحتى انتركت المؤسسة يعني يذكروك بالخير ده في ناس لما تترك المؤسسة يترك الشر كله هذه المؤسسة ولما يجي يزرهم ولا أحد ينظر فيه سبحان الله في وجه فأنا أقول العقد ثم الخلق خلقنا الإسلامي يقتضي أن أشكر جميل من يصنع فيه الجميل ثم العلم أن أتعلم أن الذين صنعوا فينا خيرا صغيرا كان أم كبيرا يجب علينا أن نشكره وأن نؤدي شكر هذا الإسلام بما نقول له جزاك الله خيرا نقول للزوجة عندما تضع لنا الطعام جزاك الله خيرا نعلم الأولاد هذا والأولاد يجدوا أباهم يشكروا زوجته في كل صغير الأمر وكبيرا ناولته كوبا من الماء جزاك الله خيرا كوبا من الشاي جزاك الله خيرا الأولاد يتعلم لكن يقول لك هو يعني بتعمل ما هي شغلتها ما هي مهمتها لا يا أخي القديم ليست هذه معامة وأنت أيتها الأخت الكريمة إن رأيت الزوج داخلا بهدية صغيرة أو بشيء معين أو حتى من فرائض البيت التي مفروض أن يأتي بها قل له جزاك الله خيرا يا أولاد يا بنات اشكروا أباكم على هذا الخير إذا عرفنا كيف نشكر عندئذ نحن من الذين سلكوا طريق النور اللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الكاندين والمنكرين لخير الناس لا تنسون من صالح دعائكم ونسلعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا